خلاص يا احلام بقى كل شيء اسمه ونصيب ما تزعلش مني انت عارفة ان الشرع حلل لكده بس انا عمري ما قصرت معك في حاجة يا حمد انت بتعمل معايا كده لاه مصبورت عليك ثلاث سنين ثلاث سنين وانا قاعد مستني جنبك انك تجيبيلي حتة تعيل افرح بيه وخلاص بقى سيبني بقى اشوف نصيبي قمت سيبني طب انا زنب ايه وانا كان بايدي الدكتورة قالتلي ان هي مشكلة بسطة والله هتتحالك وان شاء الله هحمل قريب يا انت انت مش كنت معايا عند الدكتورة وسمعتها هي بتقولي كده بقى لها السنة بتقولي الكلام ده وما فيش اي حاجة بتحصل ولا بتحملي ولا اي حاجة وانا خلاص انا عايزي بعندي عي حد يقولي يا بابا افرح بيه ولا بيه هوا شيل وانبسط كده وانزل اشتري دون الاطفال انا بصراحة بقى خلاص انا خلاص قررت ان انا ان شاء الله باذن الله كده خلاص بقى هتجوز بانتخالتي مين سابرين سابرين صاحبتي الانتيم مش هتفرق كتير بقى صاحبتك ولا من صاحبتك خلاص بقى كل شيء اسمه ونصير وهتسكنها فين بقى على كده ان شاء الله وقالي هتسكنها فين هتسكن هنا في الشقة ابوانا انت بقى تروي وتعود في بيت اهلك بقى عشان بصراحة تطيبتي ماش عايزة اضر مش عايزة تدخل على ضر الصراحة هي عايزة تيجي هنا في البيت تبقى هي صاحبت البيت وانا يحمد مفكرتش فيها واحساس ومشاعر وانت بترميني كده خلاص يحمد معدتش عايزني لا هتطلقك الصراحة لان هي رفضاك خالص ومش عايزة تشوفك وعايزة لما تيجي هي هنا البيت تكون شايلة كل متعلقاتك وحكتك اللي في البيت كلها عشان هنغير حتى اساس البيت ومش عايزة تشوفك في البيت خالص وانت موافقها على كل حاجة كده خلاص اه ما هي تبقى مراتي بقى لها تجيب للوال يلا يا سيادة المعزون افتح الدفتر يلا عشان اطلب بلاش تطلقني يحمد وخليني عايش معاك هنا في البيت عايش عندك خدامة انت وصابريل ومش هتحس بي وبل وجود هعملكوا الاكل وهعملكوا كل حاجتك وهخسر وامسح واكنس والنبي سيبني يحمد عايشها معاك فكر يا ابني فكر انه ابغض الحلال عند الله والطلاق يلا يا سيادة المعزون افتح الدفتر يلا وسجد مات يلا يا سيادة المعزون بقى خلصنا هو هنقعد ساعة نقولك افتح الدفتر مات يلا يا اخويا خلصنا بقى خلانا نخلص من البومدية نخلص من الارض البر اللي لزق فينا بقى لها ثلاث سنين هي ايه استني يا حاجة جايز فكر ويراجع نفسه البنت مش عايزة تطلق وانت مالك انت البنت عايزة ولا مش عايزة يلا خلصنا فكر يا احمد فكر يا احمد احنا قد ايه كنا كويسين ومبسوطين مع بعض مات سيبنيش يا احمد انت لو لزبني مامتك عليك ما كنتش هتطلقني اصلا وانت يا اما قلتلي انك عمرك ما كنت بتفكر في حاجة ولا في عيالك زر مامتك بس اللي بتزن عليك والنبي احمد ديني فرصة خليني عايشة معك كمان طب نجرب سنة كمان في العلاج والنبي احمد ما تسيبنيش لا حول ولا قوة الا بالله ما تفكر يا استاذ احمد كلس بقى يا سيادة المأزون خلص اليوم الصعب ده بقى خلصو اول مرة يعد علي طلقي وصعب بالمنظر ده اجمد يا ولا كده مبروك مبروك الطلق ايه بتعايت ليه بلا خيبة وبلا نيلة بكرا العيال تجري حوالك كده وبين رجلك كده وانت بقاش عارف تمشي من العيال بحبها يا ماما بحبها يا حوية واخد نقام الحوب ببلا نيلة ما تزعلش يا بنتي اه نصيب بقى هنعمل ايه نصيب ومكتوب علينا يا حبيبتي معلش لانت اول والاخر وحده تتطلق عشان الخلف بعني يا ماما بعني برخيص قوي قوي كمان ومالقاش اللي قارب صحبه لي عشان يتجوزها يا ماما ماما انا حس اني ضيخة وتعبانة وحس انفسي غم علي خالص وعيز ارجع مش اادرة البت حامل مبروك بنتي يا احلام يا احلام نعم يا ماما انت حامل يا بيت مبروك مبروك انت حامل انا هنزل يا ماما اشتري الشريط بتاع الحمل فعلا واجره واشوف فعلا انا حامل ولا لا معقولة في يوم طلقها تعرف ان هي حامل حكمتك يا رب انا مش مصدقة نفسي يا ماما انا حامل فعلا هتقول لك ولا هتعملي اي يا بيت هتتصل بيه وتغذيه وتقولون ان انت حامل انا محتارة يا ماما مش عارف اعمل ايه طب رأيكو ايه اتصل واغيز واقوله ان انا حامل واللفظة المخبية علي بقيت عمري واسيبه يعيش بقى الحياة اللي هو اختارها قلولي بقى في الكومنتات رأيكو ايه